يعكف الاحتلال على إعادة العمل على خط قطار فلسطين الحجاز بسكة حديدية تربط العالم والبحر المتوسط بدول الخليج وفق مبادرة سلام إقليمية بركتها واشنطن وانضمت إليها السعودية مشروع القطار في التقرير التالي قطار نيتنياهو مشروع سلام إقليمي لربط البحر الأبيض بالخليج العربي فكرة القطار تقوم على نقل البضائع والمسافرين بين الولايات المتحدة وأوروبا والبحر الأبيض والسعودية ودول الخليج وسيكون ميناء حيفا الجسر البرية لذلك أما الأردن فمركز نقل إقليمي ستتمخض المبادرة التي باركتها واشنطن عن طرق تجارية أقصر في المسافة وأكثر أمانا ستدعم اقتصاد الأردن والسلطة الفلسطينية والسعودية ودول الخليج إضافة للعراق مستقبلا وهذا بالطبع سينعكس على خزينة تل أبيب حكومة الاحتلال التي شرعت ببناء البنية التحتية لسكة القطار تقول إن تنفيذ المشروع سيتم وفق جداول زمنية قصيرة نسبيا هذا كله بفضل اعتماده على الطريق التاريخي لسكة حديد الحجاز القديمة التي كانت شريان حياة لفلسطين قبل الاحتلال سكة القطار ستعبر من ميناء حيفا إلى معبري الجلم وجنين في الأراضي الفلسطينية ومنها أيضا إلى الأردن ثم إلى السعودية والخليج وفي الأردن ميناء كبير وحديث سيتم بنائه لنقل البضائع وتحميلها وهو بالطبع نقطة عبور للمنطقة بأكملها من شأنه إنتاج قيمة مضافة ومساهمة كبيرة في اقتصاد المملكة في السعودية ضمن قطار نتنياهو إنشاء سكك حديدية بين الشمال والجنوب يربطها بالأردن وباقي دول الخليج في محاولة للالتفاف على المخاطر الأمنية الإيرانية التي تهدد مصالح الخليج والاحتلال في مضيق هرمز وباب المندب هو مشروع سلام إقليمي يتوقع زيادة كبيرة في حجم التجارة الإقليمية لأكثر من 250 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030 هذا الرقم يعادل أربعة أضعاف حجم التجارة التي تمر عبر موانئ الاحتلال في الوقت الحاضر